نكمل الآن ما بدأناه من مراجعة القواعد المطلوبة في الشهر الثاني والقاعدة الآن وهي الإضافة والإضافة من القواعد الإعراب مطلوب فيها المثال الأول كتاب العلوم مفيد واثنان قرأت عن أرض القدس نأتي للمثال الأول كتاب العلوم مفيد لو قلت أنا كتابه من ثم سكت هل اكتمل المعنى؟ لا إذن أنا أريد كلمة أخرى تكمل معنى هذه الكلمة معنى كتاب فأقول كتاب العلومي إذن هنا اكتمل المعنى هذا التركيب ماذا أسميه؟ أسميه تركيب الإضافة إذن الإضافة هي عبارة عن ضم اسم إلى اسم آخر ليكتمل المعنى كيف بدي أعرفه؟ كتابه وأجد أنها وقعت في بداية الكلام وهي عبارة عن اسم إذن إذا وقعت الاسم في بداية الكلمة ماذا نعربها؟ مبتدأ مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على أخيه وهو مضاف أما العلومي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره الجملة الثانية قرأت عن أرضي القدسي نفس الفكرة لو قلت أنا قرأت عن أرضي ومن ثم سكتت هل سنفهم شيء؟ لا طب أرض ماذا؟ يجب أن يكون هناك كلمة أخرى تكمل المعنى فأقول قرأت عن أرضي القدسي وهذا التركيب أيضا أسميه تركيب الإضافة الآن نأتي إلى الإعراب قرأت عن أرضي أجد أن أرضي لو نظرت إلى ما قبلها أجد حرف من حروف الجر عن حرف جر إذن أرضي ماذا ستكون؟ إسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف والقدسي مضاف إلى مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره إذن الإضافة هي ضم إسم إلى إسم آخر ليكتمل المعنى طبعا الإسم الأول يسمى مضاف مثل كتابه وأرضي طبعا تلاحظ أنه هون في المضاف يتغير تتغير الحركة حسب موقع الكلمة من الجملة إذن التركيب الإسم الأول يسمى مضافه يعرب حسب موقعه في الجملة فقد يكون مبتدأ قد يكون اسم مجرور قد يكون مفعول به مثلا إذن نعرب المضاف حسب موقعه من الجملة أما الإسم الثاني يسمى مضاف إليه مثل العلومي والقدسي ونلاحظ أنه حركتهم الكسرة إذن المضاف إليه حركة ثابتة ويكون مجرورا دائما إذن المضاف إليه حركة دائما الكسرة ويكون مجرور دائما القاعدة التي تليها همزة القطع والوصل طبعا همزة القطع والوصل من الهمزات التي تقع في بداية الكلمة في أول الكلمة مثال الأول اشترى المريض والدواء إثنان أقبل الطفل بسرعة في المثال الأول اشترى ألاحظ أن الهمزة فيه اشترى وقعت في بداية الكلمة إذن هي ستكون همزة قطع أو وصل طب شو نوعها هل هي قطع أم وصل أول إشي ما يميز همزة القطع عن الوصل همزة القطع للوصل لا يوجد عليها همزة هذا اول اشترى همزة الوصل لا يوجد عليها همزة وفيها انطق الهمزة ولا اكتبها فاقول انا اشترى ولاحظ بانني نطقت الهمزة ولكن لا اكتبها اقبل الطفل بسرعة اقبله هنا همزة قطع كيف عرفت لانه اصلا اثبتت عليها الهمزة همزة القطع يوجد عليها همزة وفيها انطق الهمزة واكتبها وتكتب بعدة اشكال ا ا ا ا مثل اقبل ا استاذ ا ايمان الان كيف بده اميز بين همزة القطع والوصل اميز بين همزة القطع والوصل على طريق وضع حرف الواو او الفا قبل الهمزة ثم الفض الكلمة اذا نطقت الهمزة تكتب قطع واذا لم انطقها تكتب وصل يعني نرجع للمثالين اللي حكيناهم اشترى انا لا اعرف هل هي همزة قطع ام وصل فماذا اضع حرف الواو مثلا نقول واشترى فاشترى بلاحظ انه لما حكيتها بالواو لما نطقتها بالواو والوفاء قبلها ما نطقت الهمزة ما قلت واشترى لان اذا قلت واشترى الاحظ انها ثقيلة على اللسان فاشترى ما بتزبط اذا هي همزة وصل اقبل اقول واقبل فاقبل اذا لما نطقتها بالواو والفاء نطقت معاي الهمزة نطقناها ظهرت معنى اذا تكتب قطع لا اقول واقبل فاقبل ما تزبط معنى الا لما ننطقها بالهمزة القاعدة التي تليها ظرفها الزمان والمكان وهذه القاعدة ايضا الاعراب فيها مطلوب جلست تحت الشجرة ماشيت ساعة الغروب زارنا عمي ليلا نأتي الان الى المثال الاول جلست تحت الشجرة بلاحظ انه تحتها هي من الظروف اللي اخدناها وتحتها تعتبر من ظروف المكان مثل تحت فوق امام خلف هذي كلها ظروف مكان تدل على مكان الفعل مكان وقوع الفعل تحتها ماذا اعربها اعربها ظرف مكان لانها ليش بتدل على المكان ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على اخره وهو مضاف وما بعد ظرف الزمان او المكان يعرب مضاف اليه اذا الشجرة تعرب مضاف اليه مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة على اخره مشيت ساعة الغروب ساعة تعتبر من ظروف الزمان انها تدل على زمن وقوع الفعل اذا ساعة تعرب ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على اخره وهو مضاف والغروب مضاف اليه مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة على اخره طيب زارنا عمي ليلا ليلا من ظروف الزمان وعربها ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتحة الظاهرة على اخره طب هنا بلاحظ انه لم يوجد بعدها مضاف اليه اذا هي هنا هذا الاسم ظرف الزمان هذا مقطوع هنا عن الاضافة لم يضاف الى اسم اخر فاش بحكي ظرف زمان منصوب علامة نصبه تنوين الفتح فقط لا اقول وهو مضاف لانه لا يوجد بعده مضاف اليه اذا ظرف المكان اسم منصوب يدل على مكان وقوع الفعل ونسأل عنه باين مثل لما قلت جلست تحت الشجرة اين جلست تحت الشجرة ظرف الزمان اسم منصوب يدل على زمان وقوع الفعل ونسأل عنه بمتى اقول متى مشيت ساعة الغروب طبعا في المثال الثالث الظرف ليلا ليلا هنا نلاحظ بانه غير مضاف فاعربه عادي ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح ولكن لا اقول وهو مضاف لانه لا يوجد بعده مضاف اليه ننتقل الان الى الهمزة المتوسطة ومن اسمها همزة متوسطة اذا هذه الهمزة تقع في وسط الكلمة طبعا الهمزة المتوسطة عندما ارى اي سؤال متعلق بالهمزة المتوسطة يجب ان يكون امامي سلم الحركات من الاقوى الى الاضعف طبعا سلم الحركات من الاقوى الاضعف الكسرة وهي اقوى الحركات ثم الضم ثم الفتحة ثم السكون الأمثلة رمم العمال مئذنة المسجد سأل الطلاب سؤالا الآن طبعا بلاحظ بأنه في كل كلمة أتت الهمزة المتوسطة على كل واحدة بشكل معين هنا أتت على نابرة هنا على ألف هنا على واو طب الآن كيف بدي أعرف الهمزة المتوسطة المناسبة للكلمة أنظر إلى حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبلها ثم أكتب الهمزة حسب الحركة الأقوى وأقوى الحركات مثل ما قلنا الكسرة ثم الضم ثم الفتحة ثم السكون طبعا الكسرة يناسبها النبرة الضمة إذا كانت أقوى الحركتين يناسبها الواو والفتحة إذا كانت أقوى الحركتين يناسبها الألف طيب الآن لو قلت لك مئذنة لماذا كتبت مئذنة على نبرة لماذا لم أكتبها مثلا على ألف أو على واو مثل ما حكينا أنظر إلى حركة الهمزة وما قبلها كتبت الهمزة على نبرة لأنها ساكنة وما قبلها مكسور والكسر أقوى الحركات ويناسبها النبرة سألا لماذا كتبت على ألف كتبت الهمزة على ألف لأنها مفتوحة وما قبلها مفتوح والفتحة ماذا يناسبها يناسبها الألف سؤالا لماذا كتبت على واو لأن الهمزة ساكنة وما قبلها مضموب والضم أقوى من السكون ويناسبها الواو أسماء الاستفام أسماء الاستفهام المطلوبة لدينا في الكتاب هي كم متى اين ومن وما وكيف كم طفلا في الحديقة اسم الاستفهام كم يستخدم للسؤال عن العدد متى يبدأ الامتحان اسم الاستفهام متى يستخدم للسؤال عن الزمان أين وضعت الكتاب أين اسم الاستفهام يستخدم للسؤال عن المكان من الطالب الذي غاب اليوم من اسم استفهام يستخدم للسؤال عن العاقل ما رياضتك المفضلة ما اسم استفهام يستخدم للسؤال عن غير العاقل كيف أنت اليوم كيف اسم استفهام يستخدم للسؤال عن الحال طبعا حسب صياق السؤال فمنه لأنه كيف تستخدم للسؤال عن الحال أو تستخدم للسؤال عن الطريقة هنا تستخدم للحال طب متى تستخدم للطريقة لما أحكي مثلا كيف صنعت العصير هنا أريد أي ما طريقة صناعتك للعصير فهنا تستخدم للسؤال عن طبعا وأعرف حسب صيغة السؤال إذا كانوا يستخدم للحال أو للسؤال عن الطريقة القاعدة الأخيرة وهي الهمزة المتطرفة والهمزة المتطرفة هي الهمزة التي تكون في نهاية الكلمة والهمزة المتطرفة تأتي على عدة أشكال إما على ألف أو واو أو يا غير منقوطة أو منفردة على السطر المثال الأول بدأ لاختبار بدأ هون همزة متطرفة على ألف طب لماذا كتبتها على ألف؟ كتبت الهمزة المتطرفة على ألف لأنها صبقت بفتحة إذن تكتب الهمزة المتطرفة على ألف إذا صبقت بفتحة تكافؤ الفرص هنا كتبت على واو إذن كتبت الهمزة المتطرفة على واو ليش؟ لأنها صبقت بضمة الطفل هادئ ألاحظ أنهم كتبت على ياء غير منقوطة طب بدأ أكتب الهمزة المتطرفة على ياء غير منقوطة إذا سبقت بكسرة إذن تكتب كتبت الهمزة المتطرفة علي أغير منقوطة هنا لأنها سبقت بكسرة شعر الطفل بالدفئ بالدفئ هون أتت منفردة على السطر طيب لماذا كتبت منفردة على السطر أنظر إلى ما قبلها ما قبلها حرف صحيح وساكن إذن تكتب الهمزة المتطرفة منفردة على السطر إذا سبقت بحرف صحيح ساكن هنا كتبت منفردة على السطر لأنها صبقت بحرف صحيح ساكن المتهم بريه هنا أيضا كتبت منفردة على السطر طيب لماذا لم تسبق بحرف صحيح ساكن إذن كتبت هنا منفردة على السطر لأنها صبقت بحرف علّة ليا إذن تكتب الهمزة المتطرفة منفردة على السطر إذا صبقت بحرف صحيح ساكن أو بأحد حروف العلّة الألف أو الوا أو اليا هنا كتبت لأنها صبقت بحرف علّة وهو اليا الماء وعصب الحياة الماء أيضا هناك كتبت منفردة على السطر لماذا؟ لأنها سبقت بحرف علة الألف الوضوء شرطا من شروط صحة الصلاة الوضوء هنا أيضا كتبت منفرد على السطر لماذا؟ لأنها سبقت بحرف علة وهو الواو